لمنتخم مصر كابتن حسام حسن استقر على قائمة المحترفين اللي هيبقوا متواجدين في قائمة منتخبنا لدورة دبي الودية هو اختار سبع لعيبة محترفين مين هم محمد صلاح محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش واحمد حجازي ومحمد شريف وحمد فتحي ومصطفى محمد واستبعد محمد النيني واحمد حسن كوكا وسام مرسي في حكاية فيما يخص محمد صلاح حتى هذه اللحظة ما زال بعض الناس يكتبون ان محمد صلاح مش هينضم للمعسكر اللي جاي المنتخم مصر وبيحاولوا يقولك انه العلاقة بين محمد صلاح وكابت حسام حسن مش جايدة لو اقولك دي معلومة بقى معلومة هتعجبك يعني محمد صلاح ما زال مصابا مع ليفربول ما نعرفش هيلحق المباراة اللي جاية في الدوري ولا لا هو النهاردة ما لعبش مباراة ساوس هامتون في كاس الاتحاد الانجليزي بس حتى ما نعرفش هيلحق المباراة اللي جاية ولا ما نعرفش كمان هيبقى جاهز للدورة الودية ولا لا بقى ممكن يبقى لسه مصاب صح كده محمد صلاح كده كده هينضم لمعسكر منتخم مصر اللي جاي في دبي حتى لو مصاب هتقول لي ازاي كيكا دي أجندة دولية فهيبقى عنده وقت يعني فاضي بس هيبقى تحت أمر المنتخب عشان يقفل تماما تماما الكلام الكتير والكيل والقال وانه متداي وانه متنرفز وانه زعلان وانه هيعتز دوله كلام اللي تقال كتير قوي ده فكده كده محمد صلاح هيبقى موجود في المعسكر القادم لمنتخم مصر في دبي سليم معافى او مصاب خلصت الحكاية بتاعت محمد صلاح عند هذا الحد ومنازم محمد صلاح مستمر كاكبتن للمنتخب عشان برضو في كلام يتقال انه هيغير الكابتن حسام نظام الكابتنة وكان ده كله محمد صلاح كابتن منتخب مصر بكرام من الكابتن حسام حسن برضو يعني